انتفضت أحزاب المولاد ضد مجموعة 19 التي طلبت لقاء رئيس بوتفليقة لتبليغه مخاوفها على مستقبل البلاد واستفسار عن بعض القرارات الأفلان يقصف بالثقيلة ولا يحق لأحد أن يسائل رئيس الجمهورية هذا هو الدستور كي تغير الدستور نتكلمه من فوض هؤلاء باسم من يتكلمون الألندي يشم في الرسالة رائحة التشكيك في شرعية الرئيسة ما يقومون به يدخل في إطار التشكيك في شرعية رئيس الجمهورية التشكيك في أداء مهامه والتحالف الجمهوري يذهب وبعد من ذلك ولولا أن في هذا القائمة تعد 19 لولا فيها شخصيات ثورية لنحترموهم لكنت نقول بأن هذا الرسالة هي قمة الوقاحة من جهتها أكبر وحزاب المعارضة وصفت خرجة أصدقاء الرئيس بالصحوة هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء المقربون من رئيس الجمهورية والذين طالما دافعوا عنه ورافعوا كثيرا من أجل عهد الرابعة هذا الكلام الذي يقولونه والذين أقوله نحن الآن منذ ثلاث سنوات بين هذا وذاك يرافع رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان لحق هذه الشخصيات في طلب رؤية الرئيس كل مواطن جزائري عنده حق باش يطلب اللقاء مع سيد الرئيس الجمهوري هذا ما من حقه حق بسيط أنا الشيلي همني وهي رسالة وطلب كان محترم حرك غير مسبوق في الساحة السياسية التي تجاوزت الصراعة فيها أوطورها التقليدية إلى صراعة جديدة أبطالها أحزاب المولاة من جهة ومن كانوا يعتبرون بالأمس القريب من أخلص الأصدقاء من جهة أخرى